اشتركوا في القناة حصلت مشكلة بيننا اطيعني لمدة 8 شهر من خاصمني وبعدها فجئت انه يتجوز علي بدون علمي ودلوقتي بيقول لي انه هو يطلقني بدون اي سبب علشان مش هيعرف يعدل بسبب ظروف شغله قلت له ماشي اديني حقوقي وطلقني قال لي لا تتنازلي عن حقوق عن حقوق وبعد كده لما يبقى معايا فلوس هيديك حقك هو بيصرف على عياله بس انا مش موجودة كل ما اطلب منه حاجة ليه يقول لي نزلي اشتغلي وصرفي على نفسك مع العلم انه كان رافض مبدأ الشغل انا قلبي وجعني قوي على كمية الظلم والقهر اللي انا فيه كل يوم بحسب عليه في كل صلاة وهو شايف نفسه انه صح وانه عمل حلال احيانا بيقول لي اللي انت فيه ده غضب من ربنا عليك هو بيقول كده ليه يعني هو السؤال ده السؤال ده مليان بالمشاكل الاسرية مليان بشخص احنا اتكلمنا عنه في الحلقات السابقة شخص لقى بس اللي حياته بشكل من الفردانية ومعاش سنة رسول الله صلى ولا ماشي ولا مشي على سنة رسول الله صلى صلى حضرت النبي قال له استوصب النساء خيرا فايزا بي يعمل كده يعمل كده مع ست اتحملت معا مشقة الغربة وتحملت كمان انه هو ما يكلماش بالاشهر هو فاكر انه هو كده بما انه هو في الغربة في الغربة في صح انه هو بقي عنده زوجة في البلد وزوجة في الغربة او انه هو الغربة دي خلتهم يبعدوا عن بعض فبيحملها مسؤولية الغربة وهو بيقول لها ان الغربة دي كانت عشان اجيب الفلوس ديك والاولادك الكلام ده كله كلام اكذيب الحقيقة انتو ده اختياركم ان انتو ان انت تتغرب عشان اولادك ده مش معنى كده ان هي اللي اثرت في حقك الحقيقة لو الكلام اللي بيتقال ده صحيح ده ظلم اه ده ظلم والظلم ظلمات يوم القيام الست دي ما سألت مادمت انت لسه ما طلقتهاش الست دي لو اثرت في حقها فانت داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول لانها ما زالت حتى الان انت الذي تنفق علي يجب ان انت تنفق عليها فان كنت بتقول لها انزل اشتغلي عشان تصرفي على نفسك ففي الحقيقة ده لا هو من الرجولة ولا من الدين في شيء هي زوجتك انت تنفق عليها لكن لما تيجي تقول لها انزلي عشان تنفقها على نفسك مكايدة وانت تستطيع ان انت تنفق عليها لينفق ذو ساعة من ساعة من ساعة فانت لابد ان انت تتقل الله سبحانه وتعالى فيها وانت لو ما عملتش كده انت ظالم ليها وظلم وظلم الزوجات وظلم اهل البيت وظلم وطضي ده نوع من انواع تضييع الاولاد تضييع اهل البيت تضييع من تعول وعلى ذلك فاعلم انك تقع في الظلم ولا عزو بالله لان هي مش عارفة تعمل ايه هي شايفة ان حد بيقول لها والله انا معحق ان انا اتجوز وفي الحقيقة انا كالي كيف ان انا اتجوز ومش عام مؤدي ايه الاولادة يعانوا ولا ان دوت هيجعل مشاعرهم في غاية التشوه وان الظلم دوت اللي هو بيمرسوا معاها ده ده كمان بيعمل ايه بيعمل حاجة جدا زي الاسقاط رايح يقول لها هي اللي هو عايز يروح يتجوز وبيمنعها من انه ينفق عليها وكمان ما بيكلمهاش من الثمن تشور رايح يقول لها ان ايه اللي ظلماء مش بس ايه ظلماء ده بيقول لها ان انت اللي انت فيه ده من ان انا رايح اتجوز عليك ده من غضب ربنا عليك كل هذه الكلام اكذيب من النفس الامارة بالسوء الله سبحانه وتعالى قال ونفسي وما سوا فعلها ما في وجوره وتقوى قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه فاتق الله ده ظلم واللي انت بتعمله ده انك تطلقها من غير سبب ايضا ظلم فاتق الله سبحانه وتعالى وانت عايز تضررها كمان بعد ذلك وتقول لا لا عايزة تطلقي كمان تنزلي فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك اتق الله واعلم انك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيحاسبك على تقصيرك في حق زوجاتك وفي حق اولادك اه يا سيد انت بتغفق على اولادك بس انت بتقصر في حق اولادك ان انت تعمل كده في امهم امهم على فكرة هذا يؤذيهم انت متصور ان انت بتأذيها هي بس بتكايد فيها هي بس ابدا افهموا واحفظوا هذي القاعدة كله ازل للامهات يشوهوا قلوبة الاولاد ونزلك لابد ان انت تهتم بدها السؤال بعد كده بيقول انا كنت بعتتلك من فترة ان كل ما يحصل حمل البابي النبض بيقف وبيتوفى انا الحمد لله حصل حمل لايام دي ممكن تدعيلي الايام دي ممكن تدعيلي ربنا يتمم حملي على خير ويرزقني سنورية الصالحة بالله عليك يا شيخ دي امانة في رقابتك ان شاء الله عشان ايه امانة في رقابتي ربنا ان شاء الله يتمم عليك الخير ويحفظ لك ان شاء الله جنينك ويجعله من الصالحين ويوفقه الى ما يحبه يرضى ويكتب لك الخير والفتح والتوفيق والسداد ويجعلك ان شاء الله في خير حال ويتمم لك الخير ويجعلك في خير حال ان شاء الله انت وزوجك واسرتك ويجعل هذا المولود مولود بركة ورحمة ونور وسرور وفتحة على هذا البيت ان شاء الله يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن حديث الرحمة حديث رحمة الحيوانات الرحمة اللي اذا جددناها في حياتنا كان دليل على تحضرنا مش بس دليل على تحضرنا دليل على وصلنا بالله دليل على النور اللي بيضيفه الله في قلوبنا ولذلك لابد ان احنا نسير في هذا الامر علموا اولادكم الرحمة بالحيوان خلهم يشوفوا ازاي اجدادهم كانوا بيرحموا وازاي اجدادهم حفظوا على هذا الحديث وعملوا به وكان ده سبب لبركة عشوها ونور وفضل يا رب اجعلنا نرحم كل خلقك كل ما اودعت فيه الحياة حتى نحس باننا ما زالت قلوبنا ترق لما تخلقه وترق لما تحب اجعل قلوبنا يا ربنا رحيمة لنكون تحت ظل رحمتك ودائما في بركتك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اجعلنا من الراحمين وادخلنا في المرحومين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة